بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبعه داه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثالث من دروس تفسير سورة صاد للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية السابعة عشرة وما بعدها إلى الآية العشرين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب يقول الإمام في تفسير قوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اعلم أن الكفار لما بالغوا في السفاهة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالوا إنه ساحر كذاب وقالوا له على سبيل الاستهزاء عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أمره الله عز وجل بالصبر على سفاهتهم فقال اصبر على ما يقولون فإن قيل أي تعلق بين قوله اصبر على ما يقولون وبين قوله واذكر عبدنا داود قلنا بيان هذا التعلق من وجوه الأول كأنه قيل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراءتهم على الله تعالى وإن كارهم الحشر والنشق فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن يوم الحشر فإن بقدر ما يزداد أحد الضدين شرفا يزداد الضد الآخر نقصانا والوجه الثاني كأنه قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يضق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك فإنهم إذا خالفوك فالأكابر من الأنبياء عليهم السلام وافقوك والثالث أن للناس في قصة داود عليه السلام قولين منهم من قال إنها تدل على ذنبه ومنهم من قال إنها لا تدل عليه فمن قال بالأول كان وجه المناسبة فيه كأنه قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم إن حزنك ليس إلا لأن الكفار يكذبونك وأما حزن داود عليه السلام فكان بسبب وقوعه في ذلك الذنب ولا شك أن حزنه أشد فتأمل في قصة داود وما كان فيه من الحزن العظيم حتى يخف عليك ما أنت فيه من الحزن ومن قال بالثاني قال الخصمان اللذان دخل على داود عليه السلام كان من البشر وإنما دخل عليه لقصد قتله فخاف منهما داود عليه السلام ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بسوء بل استغفر لهما على ما سيجيء تقرير هذه الطريقة فلا جرم أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي به في حسن الخلق والرابع أن قريشا إنما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم واستخفوا به لقولهم في أكثر الأمر إنه يتيم فقير الوجه الرابع في تعلق قوله تعالى واذكر عبدنا داود بقوله تعالى اصبر على ما يقولون أن قريشا إنما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم واستخفوا به لقولهم في أكثر الأمر إنه يتيم فقير ثم إنه تعالى قص على محمد صلى الله عليه وسلم كمال مملكة داود عليه السلام ثم بيّن أنه مع ذلك ما سلم من الأحزان والغموم ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الخلاص عن الحزن لا سبيل إليه في الدنيا والوجه الخامس أن قوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود غير مقتصر على داود عليه السلام فقط بل ذكر عقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكأنه قال اصبر على ما يقولون واعتبر بحال سائر الأنبياء ليعلمه أن كل واحد منهم كان مشغولا بهم خاص وحزن خاص فحينئذ يعلم أن الدنيا لا تنفك عن الهموم والأحزان وأن استحقاق الدرجات العالية عند الله عز وجل لا يحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في الدنيا لا بد من المتاعب في الدنيا لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بأس عليك ولا رخاء فليست هذه الدنيا بشيء تسرك حقبة وتسوءك حقبة وتسر وقتا يقول الإمام بعد أن ذكر هذه الوجوه الخمسة وهذه وجوه ذكرناها في هذا المقام وها هنا وجه آخر أقوى وأحسن من كل ما تقدم وسيجيء ذكره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك حال تسعة من الأنبياء عليهم السلام فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وهم داود وسليمان وأيوب عليهم السلام وذكر حال ستة آخرين على الإجمال وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذو الكفل عليهم السلام فالقصة الأولى قصة داود عليه السلام واعلم أن مجامع ما ذكره الله تعالى في هذه القصة ثلاثة أنواع من الكلام فالأول تفصيل ما آت الله تعالى داود عليه السلام من الصفات التي توجب سعادة الآخرة والدنيا والثاني شرح الواقعة التي وقعت له من أمر الخصمين والثالث استخلاف الله تعالى إياه بعد وقوع تلك الواقعة أما النوع الأول وهو شرح الصفات التي آتاها الله تعالى داود عليه السلام من الصفات الموجبة لكمال السعادة فهي عشرة الصفة الأولى قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود فأمر محمد صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره بأن يقتدي في الصبر على طاعة الله تعالى بداود عليه السلام وذلك تشريف عظيم وإكرام لداود عليه السلام حيث أمر الله تعالى أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي به في مكارم الأخلاق والثاني أنه قال في حقه عبدنا داود فوصفه بكونه عبدا له وعبر عز وجل عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على نهاية التعظيم وذلك غاية التشريف ألا ترى أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يشرف محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده فها هنا يدل على ذلك التشريف لداود عليه السلام فكان ذلك دليلا على علو درجته أيضا فإن وصف الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد في الطاعة والثالث قوله ذا الأيد أي ذا القوة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصي وذلك لأنه تعالى لما مدحه بالقوة وجب أن تكون تلك القوة موجبة للمدح والقوة التي توجب المدح العظيم ليست إلا القوة على فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه والأيد المذكور ها هناك القوة المذكورة في قوله تعالى يا يحيا خذ الكتاب بقوة وفي قوله تعالى في حق موسى عليه السلام وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة أي باجتهاد في أداء الأمانة وتشدد في القيام بالدعوة وترك إظهار الوهن والضعف والأيد والقوة سواء ومنه قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وقوله تعالى وأيدناه بروح القدس وقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وعن قتادة قال أعطي قوة في العبادة أعطي داوود عليه السلام قوة في العبادة وفقها في الدين وكان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر الرابع قوله تعالى إنه أواب أي أن داوود عليه السلام كان رجاعا في أموره كلها إلى طاعة والأواب فعال من آب إذا رجع كما قال تعالى إن إلينا إيابهم وفعال بناء المبالغة كما يقال قتال وضراب فإنه أبلغ من قاتل وضارب الخامس قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ونظير هذه الآية قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير في سورة سبأ وفيه مباحث البحث الأول وفيه وجوه الوجه الأول أن الله سبحانه خلق في جسم الجبل حياة وعقلا وقدرة ومنطقة وحينئذ صار الجبل مسبحا لله تعالى ونظيره قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل فإن معناه أنه تعالى خلق في الجبل عقلا وفهم ثم خلق فيه رؤية الله تعالى فكذا هاهنا الوجه الثاني في التأويل ما رواه القفال في تفسيره أنه يجوز أن يقال إن داوود عليه السلام قد أوتي من شدة الصوت وحسنه ما كان له في الجبال دوي حسن وما يصغي الطير إليه لحسنه فيكون دوي الجبال وتصويت الطير معه وإصغاؤه إليه تسبيحا وذكر محمد بن إسحاق أن الله تعالى لم يعطي أحدا من خلقه مثل صوت داوود عليه السلام حتى إنه كان إذا قرأ الزبور دنت منه الوحوش حتى يأخذ بأعناقها الوجه الثالث أن الله سبحانه سخر الجبال حتى إنها كانت تسير إلى حيث يريده داوود عليه السلام وجعل ذلك السير تسبيحا لأنه كان يدل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته البحث الثاني قال صاحب الكشاف يسبحنا في معنى مسبحات أي أنه في محل نصب على الحال فإن قالوا هل من فرق بين يسبحنا ومسبحات قلنا نعم فإن صيغة الفعل تدل على الحدوث والتجدد وصيغة الاسم تدل على الدوام فإن صيغة الفعل تدل على الحدوث والتجدد وصيغة الاسم تدل على الدوام على ما بينه عبد القاهر النحوي في كتاب دلائل الإعجاز إذا ثبت هذا فنقول قوله يسبحنا يدل على حدوث التسبيح من الجبال شيئا بعد شيء وحالا بعد حال وكأن السامع حاضر تلك الجبال يسمعها تسبح البحث الثالث قال الزجاج يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيلهما بمعنى واحد والأول أكثر تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق البحث الرابع احتجوا على شرعية صلاة الضحى بهذه الآية عن أم هانئ رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضى ثم صلى صلاة الضحى وقال يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تجدون ذكر صلاة الضحى في القرآن قالوا لا فقرأ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق وقال كان يصليها داود عليه السلام وقال لم يزل في نفسي شيء من صلاة الضحى حتى وجدتها في قوله عز وجل يسبحن بالعشي والإشراق الصفة السادسة من صفات داود عليه السلام قوله تعالى والطير محشورة كل له أواب وفيه مباحث البحث الأول قوله والطير معطوفة على الجبال والتقدير وسخرنا الطير محشورة قال ابن عباس رضي الله عنهما كان داود عليه السلام إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه واجتماعها إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله عز وجل فإن قيل كيف يصدر تسبيح الله تعالى عن الطير مع أنه لا عقل لها قلنا لا يبعد أن يقال إن الله تعالى كان يخلق لها عقلا حتى تعرف الله عز وجل فتسبحه حينئذ وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام البحث الثاني قال صاحب الكشاف قوله محشورة في مقابلة يسبحن إلا أنه لما لم يكن في الحشر مثل ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئا بعد شيء جيء به اسما لا فعلا وذلك أنه لو قيل وسخرنا الطير يحشر على أن الحشر يوجد من حاشرها شيئا بعد شيء والحاشر هو الله عز وجل لكان خلفا لأن حشرها جملة واحدة أدل على القدرة والله أعلم البحث الثالث قرئ والطير محشورة بالرفع يقول السمين الحلبي قوله تعالى والطير محشورة العامة على نصبهما عطف مفعولا على مفعول وحالا على حال كقولك ضربت زيدا مكتوفا وعمرا مطلقا وأتى بالحال اسما لأنه لم يقصد أن الفعل وقع شيئا فشيئا لأن حشرها دفعة واحدة أدل على القدرة والحاشر هو الله تعالى وقرأ ابن أبي عبلة والجحدري برفعهما والطير محشورة جعلاهما جملة مستقلة من مبتدأ وخبر الصفة السابعة من صفات داود عليه السلام قوله تعالى كل له أواب ومعناه كل واحد من الجبال والطير أواب أي رجع والمعنى كلما رجع داود عليه السلام إلى التسبيح جاوبته فهذه الأشياء أيضا كانت ترجع إلى تسبيحاتها والفرق بين هذه الصفة وبين ما قبلها أن فيما سبق علمنا أن الجبال والطير سبحت مع تسبيح داود عليه السلام وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل الضمير في قوله كل له أواب لله تعالى أي كل من داود والجبال والطير لله عز وجل أواب أي مسبح مرجع للتسبيح الصفة الثامنة قوله تعالى وَشَدَدْنَا مُلْكَهِ أي قوَّيْنَاهِ وقال تعالى لموسى عليه السلام سنشد عضدك بأخيك وقيل شددنا على المبالغة قرئ شددنا على المبالغة وهذه قراءة ابن أبي عبلة والحسن البصري كذا في الدر المصون وأما الأسباب الموجبة لحصول هذا الشد فكثيرة وأما الأسباب الموجبة لحصول هذا الشد فكثيرة وهي إما الأسباب الدنيوية أو الدينية أما الأول وهو الأسباب الدنيوية فذكروا فيه وجهين الوجه الأول روى الواحدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل فإذا أصبح قيل ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله وزاد آخرون فذكروا أربعين ألف قالوا وكان أشد ملوك الأرض سلطانا والوجه الثاني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ادعى عند داوود عليه السلام على رجل أخذ منه بقرة فأنكر المدعى عليه فقال داوود عليه السلام للمدعي أقم البينة فلم يقمها فرأى داوود عليه السلام في منامه أن الله عز وجل يأمره أن يقتل المدعى عليه فثبت داوود وقال هو منام فأتاه الوحي بعد ذلك بأن يقتله فأحضره وأعلمه أن الله عز وجل أمره بقتله فقال المدعى عليه صدق الله إني كنت قتلت أبا هذا الرجل غيلة فقتله داوود عليه السلام فهذه الواقعة شددت ملكه وأما الأسباب الدينية الموجبة لهذا الشد فهي الصبر والتأمل التام والاحتياط الكامل الصفة التاسعة قوله تعالى وآتيناه الحكمة واعلم أنه تعالى قال في سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام الفضائل النفسانية والفضائل البذنية والفضائل الخارجية والفضائل النفسانية محصورة في قسمين العلم والعمل أما العلم فهو أن تصير النفس عارفة بالتصورات الحقيقية والتصديقات النفسانية بمقتضى الطاقة البشرية وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آتياً بالعمل الأصلح الأصوب بمصالح الدنيا والآخرة فهذا هو الحكمة وإنما سمي العلم بالحكمة لأن اشتقاق الحكمة من إحكام الأمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرخاوة والضعف والاعتقادات الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت في غاية الإحكام وأما الأعمال المطابقة لمصالح الدنيا والآخرة فإنها واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ فلهذا السبب سمينا تلك المعارف وهذه الأعمال بالحكمة الصفة العاشرة قوله تعالى وفصل الخطاب واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام أحدها ما تكون خالية عن الإدراك والشعور وهي الجمادات والنباتات وثانيها التي يحصل لها إدراك وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها الأحوال التي عرفتها في الأكثر وهذا القسم هو جملة الحيوانات سوى الإنسان وثالثها الذي يحصل له إدراك وشعور وتحصل عنده قدرة على تعريف غيره الأحوال المعلومة له وذلك هو الإنسان وقدرته على تعريف الغير الأحوال المعلومة عنده بالنطق والخطاب وقدرته على تعريف الغير الأحوال المعلومة عنده تكون هذه القدرة بالنطق والخطاب ثم إن الناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبير عما في الضمير فمنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم أو المنتظم فمنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ومنهم من يكون قادرا على ضبط المعنى والتعبير عنه إلى أقصى الغايات وكل من كانت هذه القدرة في حقه أكمل كانت الآثار الصادرة عن النفس النطقية في حقه أكمل وكل من كانت تلك القدرة في حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف ولما بيّن الله تعالى كمال حال جوهر النفس النطقية التي لداوود عليه السلام بقوله وآتيناه الحكمة أردفه ببيان كمال حاله في النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطاب وهذا الترتيب في غاية الجلالة ومن المفسرين من فسر ذلك بأن داوود عليه السلام أول من قال في كلامه أما بعد وأقول والقائل الإمام حقا إن الذين يتبعون أمثال هذه الكلمات قد حرموا الوقوف على معاني كلام الله تعالى حرمانا عظيما والله أعلم وأما قول من قال المراد معرفة الأمور التي بها يفصل بين الخصوم وهو طلب البينة واليمين فبعيد أيضا لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما يخطر بالبال ويحضر في الخيال بحيث لا يختلط شيء بشيء وبحيث ينفصل كل مقام عن مقام وهذا معنى عام يتناول جميع الأقسام والله أعلم وها هنا آخر الكلام في الصفات العشر التي ذكرها الله تعالى في مده داوود عليه السلام وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية العشرين ونقف عند الآية الحادية والعشرين وهي قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين